اهلا بكم مشاهدين الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج الدنيا وما فيها دايما بيكون عندنا مواضيع جديدة دايما بتنكون معاكم تجديد تجديد في المواضيع تجديد في المعلومات تجديد حتى في اللوكيشن الدنيا وما فيها بتقدم كل الجديد في الدنيا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نقدم خدمات بمعلومات وكمان احكام ومواعز واللي نقدر نقدمه في البرنامج النهاردة زي ما عودناكم عندنا موضوع جديد تكلمنا كتير قبل كده في بداية البرنامج عن الاسنان والاهتمام بيها ونظافتها واستضافنا كتير من دكترة السنان كان لنا الشرف ان احنا يكون معنا دكتور نشأة قبل كده في حلقة لكن النهاردة الموضوع هيكون جديد حاجة ما تكلمناش عنها المرة اللي فاتت اهلا بك يا دكتور نشأة اهلا يا عينجي كل سنة طيبة كل سنة وحذرتك طيب ومنورنا تعيش تعيش وبقالنا يمكن سنة ما كناش مع بعض بعد سنة بنلتقي مرة تانية في الدنيا وما فيها كل سنة طيبة كل سنة وكل مشاهدينك بخير سنة جديدة وعيد الميلاد كل سنة والعاملين اللي تعبانين معانا في القناة بخير كل سنة ومدام هايدي ومدام شيرين بكل خير الله يخليك رب إيه لأك في اللوكيشن الجديد جميل كل حاجة جميل البرنامج بقاله سنة على فكرة مع عيد بلاد القناة ومع السنة الجديدة فمنورنا يا دكتور كل سنة طيبة تعيشي عن الكلب النهاردة عن أمراض اللسة وعن زراعة الأسنان حنبتدي طبعا بأمراض اللسة اه اوكي عن تجربة شخصية او عن تجربة مرت في وقت معين في أعمار حياتنا بيتبتدي أمراض اللسة أحيانا في سن بدري قوي احيانا الإنسان بيكتشافها وهو بيقتم حاجة نشفة بالذات التفاحة لأن التفاحة بتكون القشة نشفة وجوه فاتحة فبيبان بنلاقي دم في التفاحة ناس بتصعق طبعا بأشكال مختلفة اللي بيخسل سنانه بالفرشة بيلحس دم كتير دم بيتفوت من قوي وضعيف كلمنا عن أمراض اللسة وليه بيبتدي في سن مبكر اللسة ده الغطى او الكفر اللي بيغطي العظم بتاع الفك وبيغطي السنان او الدروس واللسة مهمة جدا جدا للسنان ده الصورة الحلوة دي اللي على الشاشة بتورينا اللسة السليمة دي السليمة دي اللسة السليمة لونها فاتح صح لونها يسموه أورانج بيل أورانج بيل يعني بتبقى لونها برتقاني مش أحمر مش محمرة ونمرة اتنين مفيش التهابات نمرة التلاتة مفيش أورام نمرة اربعة والمهمة مفيش دم لكن قبل ما نعدي المعلومة دي أخشى ان تكوني بتغسلي بفرشة ناشفة اللسة فبتجرحيها فده بيد الدم يعني بتبقى لسة سليمة بس الشخص بيختار فرشة هارد فيه في السوق صوفت وفيه هارد وفيه ميديم احنا بنحب الميديم حررتك قلتها لنا في الحلقة الفترة بتأكد عليها تقل قبل كده فاللسة دي مهمة جدا بالزبط بيشبهه اللسة بالرملة والشمسية لو فيه شمسية متسبتة كويس جدا في الرملة لو فيه هوا ما تقعش لو الرملة دي اتفضت من حوالين الشمسية الشمسية تقع فاللسة دي بتغطي العظم اللي ماسك السنة ومحافظ عليها فأهميتها هي أهمية الرملة للشمسية يعني عمرنا ما شوفنا شمسية واقفة من غير الرملة وعمرنا ما هنلاقي السنة واقفة من غير لسة سليمة وتحتها عظم سليم عشان كده اللسة ليها أهمية جمدة جدا جدا في صحة الفم طيب ليه بتبتدي مبكر ليه بنلاقي في من 12-13 وطالع بالذات في الفترة دي بيبقوا أطفال صغارين ويجوا يجروا على أمهاتهم وبقال حقونا بابا سنتي عن بليدين أنا عندي سناني بتنزف ليه ليه أسباب التهابات اللسة متعددة نمرة واحد ودي مهمة قوي ومنخفش منها البلوغ في البلوغ عشان بيبقى فيه هرموناري تشينج بيحصل التهابات في اللسة وورم في اللسة دي ما نخفش منه ناخد صورة للمخرج ممكن نلاقي صورة بس بيش بالشناعة دي بيش بالكدرة دي ممكن الالتهابات اللي تحت السنتين القدامينيين هو ده اللي بيبقى كومن قوي لكن الجزء المنتفخ ده ده بيبقى التهاب قوي جدا جدا تحته كمية جير وبكتيريا كتير ده الورسس كيس ده منظر وحش قوي للسة ولو تبصوا على الفك التحتاني تلاقي عاملين زي البلونات كده جنب بعض بالتحتاني دي لانه هنا فيه جير طيب الجير دوت اللي بيتكون من عدم الغسيل بيعيش تحته بكتيريا البكتيريا دي بتخرج اي شيء حي لازم يخرج اخراج البكتيريا هو الصديد البص فتلاقي اللي بيسة ملتهبة جدا جدا وتبقى السنان تتلخلخ لانه بيحصل انتصاص للعظم تحت الجير معلش انا هقطعك عشان اوضح للمشاهد تفضل ما انا مستمع زي المشاهد دلوقتي تفضل لو حد لقى سنانه بالمنظر ده او اقل طبعا يروح يعمل تنظيف جير ده العلاق ولا انا مش هاي تتكلم على العلاق دلوقتي بس حضرتك قلت من الجير بالزبط كده ما ده السبب التاني احنا لو قلنا البلوغ فمش هنعمل حاجة هتروح للدكتور الدكتور هيعرف السن هيلاقي ان فيه بلوغ هيلاقي ما فيش جير لكن فيه التهاب في اللسه هيطمنك لانك ما تخفيش لما تنتهي مرحلة البلوغ اللسه هترتاح وهترجع سليم لكن لو اللسه ملتهبة او تحتها جير الدكتور هيشوف وهيعرف ولازم ينظف كويس جدا جدا ويعمل حاجة اسمها كيروتاج الكحت بحيث ان البكتيريا تقل اللسه ترتاح مع الغسيل ومع المضمضة ومع المية الدافية ترجع اللسه سليم دا لو قلنا في حالة البلوغ مش هنقلب من التهاب اللسه اذا قلنا من الجير لازم هنشيد الرواسب الجيرية قبل ما ننسى فيه سبب تالت مهم الحمل او الحمل كمان بيقصر الحمل بيقصر في البرغنانسي بيحصل التهابات في اللسه عشان الهرمونة انا اول مرة اسمع على فكرة من الحمل لا فالحمل سبب طبيعي جدا المرأة الحامل بتروح منزعجة للدكتور فهو بيطمنها بيعرف ان هي حامل فبيطمنها طالما ما فيش جير وهي بتعتني ببقها برضو زي البلوغ بيقول لها استني بعد ما تبقى الديليفري او البيبي يوصل بالسلامة اللسه هتخف وتبقى حلوة ترجع تاني طبيعيا فده اسباب يبقى نمرة واحد البلوغ نمرة تاني حاجة الحمل الحمل نمرة تلاتة الجير فيه سبب تاني بس ده سبب عارض اللي هو التقويم الاطفال والبنات والولاد اللي بيروحوا يعملوا بريسز برافو عند الدكتور التقويم البريسز دي ما بتديش شانس او فرصة للفرشة لنا تنظف كويس او صح فيبتدي يحصل التهاب او يحصل بريدن خفيف برضو ما تخافوش بتروح للدكتور بيوجهك لفرشة خاصة وبينضفلك وبترجع للحالة الطبيعية وهلسي زي ما كانت انا جالي سؤال كده برا الموضوع هل البريسز بتعمل تسويس يعني هو سؤال معلش جاء كده اه برضو السؤال حلو خالص او لو في بريسز على مدى سنة سنتين لان احنا كلنا عارفين ان التقويم بياخد فترة طويلة من سنة سنتين او اكتر اه لو السنة والسنتين دول حصل اهمال وترصبات على البيسز البتل اللي هي زي القطع الصغيرة بلزق على على البركت على السنان وما تنظفتش كويس تتحول لسوس عشان كده لازم الواحد يروح الفولو اوب بتاعه في الوقت بتاعه عشان صح بالزبط كده وكل اطفالنا او الشباب اللي بيعمل بريسز بيروح فريكوانتلي للدكتور عشان يوجهه يقول له لأ نظف كويس لأ خلي بالك لان هيتبيدي يحصل تسوس وده شيء مهم جدا انه اللي بركت بريسز ينظف كويس جدا 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 طيب اشرح لنا دكتور هندخل ازاي لسه في حاجة عضفة ولا تحب نحل على بسيطة برضو عشان اطمن المشاهد لو انت عامل تربوش او انت عامل تربوش اللي هو الكراونز والتربوش ده طالع بره باستوى السنة او الدرس يعمل حاجة اسمها الوفرهانجنج الوفرهانجنج ساعات لما بيكون فيه بريتش صح كده بريتشز انا بقول عن نفسي على فكرة بيبقى فيه بين السنتين كان فراغ بين السنة اللي كانت فاضية ايوا فيه تحت بيتكوم اكل ايه حلو ده الحل اللي احنا عندنا حاجة اسمها الانتر دينتال براشز الانتر دينتال براشز دي بتخش بين اجزاء البرجز وبتنظف وكمان من الحاجات المهمة او التنظيف البرجز اللي هو الماوس ووش المضمضة لان المضمضة بقوة اندفاع بتنزل بتشيل بوائي لك انا اول مرة اعرف معلومة ما عليش اكد عليها تاني فدي مهمة اول اكد عليها تاني الغسيل الفم انا بقول بالعربة عشان ما بيشوفونا في مصر اه بيفيد للعام البرجز وكمان للكراول الكراول والبرجز الكباري والبرجز الكباري الجزء الوسطاني اللي بيحل محل السنة المخلوعة او الدرس المخلوع ده لازم يتنظف كويس تحته عن طريق حاجة اسمها الانتر دينتال بروشيس هتلاقوها بحلات كتير قوي قوي السلك اللي بنخش وننظف بيه تحت تحت البرجز والفولو اوب مع الدكتور يقدر يوجه العيان ينظف ازاي ويستخدم المضمضة ودي مرحلة يعني مش مستمرة دي جد احنا دخلنا في الزينة تاني باللسة صح؟ اه دي مهمة جدا اللسة مهمة جدا يعني تنابية زي ما قلنا دي الرملة اللي مسكة الشمسية دي القوة اللي مسكة السنة لان احنا عندنا لسة وبعدين عضم وبعدين درس او سنة اوكي فالعضم واللسة هم اللي سندين السنة ام طيب احنا كده اتكلمنا عن السباب الالتهابات اللسة وازاي نعتني باللسة طيب احيانا بيكون التهاب اللسة ده مش بس انت قلتنا اسباب معينة هل بيكون بسبب مرض في الجسم؟ او نقص فيتامين؟ اه دي بيحكمها الفاميلي دكتور لما يحصل ان يكون البق نظيف وفيه أورال هيجين كويس وفيه التهاب لسة بيرجع للفاميلي دكتور بيشوف الصيد افكت بعد بعض الادوية انها بتعمل التهاب خفيف في اللسة لكن بزوال الدواء ده بيزول التهابات اللسة ايوة فيه سيستيماتيك طبعا ده بيكون ان طريق تحليل الدم دكتور؟ اه بيحلل ويعرف ان فيه نقص في الفيتامينز او نقص في اي عامل معين في البلد او في الدم فبيوجهه ان ياخد فيتامين اكتر او صبل منت اكتر عشان سلامة اللسة والفام طيب ندخل للجزء التاني عشان نعندنا موضوع كتير النهاردة هنتكلم عن زراعة الاسنان زراعة الاسنان حاجة دلوقتي بقت منتشرة جدا بتختلف من شكل لشكل في زراعة الاسنان دي ده فكرة عامة انواع زراعة الاسنان سريعة وبعد كانت ندخل في الديترز بتاعتها اوكي الصورة الحلوة اللي انتوا شايفينها على الشاشة دي هي ببساطة مش هنخش في التفاصيل الكبيرة لان التفاصيل دي تخص الدكتور وتخص المعمل لكن ببساطة جدا لو انا خالع درسي زي اللي انتوا شايفينه ده هو الصغير ده اللي هو عالي شوية لسه منزلش على الامبلانت وعايز احل محله او اركب حاجة قدامي ثلاث اختيارات لاما اركب تركيبة تتشال وتتحط وعشان نكون واقعيين وعمليين ممكن اعمل تركيبة بتتشال وتتحط ودول نوعين فيه نوع بلاستيك ونوع مدل البلاستيك دوت غير مرغوب فيه لان ليه عيوب كتير جدا وبيعمل دامج النوع التاني اللي هو يسموه الفايتاليوم اللي هو المعدن دي تركيبة بتحل محل سنة مخلوعة بس لها مواصفات علمية افضل كتير من البلاستيك اللي هيسموه الأكريليك عشان احل محل سنة مخلوعة زي انتو شايفينها دي الحل التاني ان انا اعمل بريتج ان انا اعمل كبري بس في الحالة دي الدكتور هياكل من السنة اللي قدام الفراغ وهياكل من السنة اللي بعد الفراغ اتنين مليمتر فانا كده ايه كالت في السنان الطبعية بس هل انا فيه دكتور مورة قال لي هل لما بتحفر الاتنين مليمتر ده وبتغطي السنة بتحميها بالتسوس فعلا؟ بتحميها بالتسوس لمواصفات البريتج مصبوطة بها في المية دكتور ومعمل انا حابيت اضيف المعلومة دي ان انا سمعتها وحابة اتأكد منك كده دكتور ومعمل يعني سامحوني المسئولية بتتقسم ما بين دكتور في تحضير معمل في شغل عيان في تنظيف فدرجع تاني عشان احل محل سنة مخلوعة او درس قدامي تلات اختيارات تركيبة تشل وتتحط نوعين لإما بلاستيك لإما فيتاليان متل المتل ده افضل شوية من البلاستيك لإما هعمل بريتج وهنا في الحالة دي لازم الدكتور هيكل من السنة اللي قدام الفراغ وبعد الفراغ اتنين مليمتر عشان لما يكون البريتج يرجع للنورمال سايز بتاع السنة قبل ما يأكل فيها الحل الثالث واللي احنا مبسوطين به جدا وبنشكر فعلا للعلماء الامبلانت ليه الامبلانت اللي اتا شايفينه دوت دخل بومصمار جوه العض طبعا فيه مواصفات كتير وفيه خطوات كتير الدكتور بيتباحها ومعاها معمل شاطر فاهم برضو كل الخطوات ديت بينزل بالمصمار اللي هو جوه العض وبعدين فيه جزء من فوق اللي هو يسموه الأبادمنت الجزء الفؤاني دوت اللي انتو شايفينه زي الستالي سستيل اللي بيلمع ده وياخد مقاس للمعمل يعمل الكراون اللي انتو شايفينه فوقه ده وينزل بلازق او ينزل بالمصمار وكده ما جناش ناحية السنتين خالص الطبيعيين بتعرف بي انا عندي بس السؤال دي ممكن بضحك عشان انا بفدعك بأس إلا كده بتيجي على تباقي اتفضلي اتفضلي شكل السوري خوف انا احس كده لو حد جي قال لي اعمليها انا صريحة وابو عشان كده بأتحك ان انا حق ايه داخل جوان لسه ده ده مؤلم خالص خالص طمين الناس لان بجده انا نفسي خفت خالص 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 موضوع الامبلانت ببساطة جدا يعني زي علاج العصب وزي زي اي خطوة بنعملها النهاردة والدكتور النهاردة نشكر ربنا طب السنان كل حاجة بتعامل ببينج والبينج بقى يعني لقصد بعد البينج ما يروح لا اطلاقا 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 هو يعني عايز كافرينج بانتيبيوتك ممكن ببين كيلر شوية بمضمضة برضو بحيث انه اه ما بيحصلش اي كومبليكيشن بعد كده خالص خالص طالما الشولي ماشي كويس اطلاقا ما فيش اي حاجة اه اه بتعيب الامبلانت الامبلانت اه اه خطوات اه علاجية نكحة جدا 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 ولا اعرف ناس كتير قوي عاملين اه يعني او بش اقول لكم واحد او اتنين بسموه فول فول ماوس امبلانت اكتر من ستة سبعة في البق او او يمكن اكتر من عشرة في البق فوق وتحت فالامبلانت هيوصة يعني انت بتقول نقدر نعمل اكتر من واحد اه طبعا طبعا فنفس اليوم ولا على جلسات لا 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 بياخد وقت بياخد وقت بياخد وقت صح عايز صبر من الدكتور وعايز صبر من البيشنت وصدقوني صبر البيشنت ده مهم جدا جدا بينعكس على الدكتور اصدق الجلسات بيروح كذا مرة اصدقا بيروح كذا مرة لاني بننساش برضو يا انجي ساعات العيان بيطلب امبلانت بس الدكتور ما بيلاقيش عدم صحيح فيعمل ايه يحط عدم لا 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 حتك تاني ما تعد يحليش كذا دكتور يعني ما بيلاقيش عدم يحط اه العدم متأكد اه في معلومة عايزين نعرفها يس لما اي حد فينا يخلع سنة او درس العدم بتاع الفك بيهبط ملي كل سنة اوف ملي كل سنة يعني بعد خمس سنين نص سنتي يعني تنصحهم يعملوها بعد ايه مساء بدري بدري على طول وفيه تكنيك لازم تقفل الجرح لا فيه تكنيك انه بيخلع ويحط الامبلانت على طول معلومة حلوة قوي فيه تكنيك بيستنى فده بيورينا ان الامبلانت ليه مميزات كتير جدا 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 وفعلا شفنا حالات كبيرة خالص بيعمل فول ماوس يعني بقء كامل فوق وتحت وبيرجع شكله في منتهى الجمال وبياكل وسميلي بتاعته حلوة وما فيش اي اي مشاكل بس المهم ان العيان والدكتور يكونوا على خط واحد يكونوا فيه تفاهم يكونوا فيه صبر من الطرفين اي وانا عن نفسي كنت يعني عندي اسئلة لان انا فيه حد من قريبي كان عايز يعملها ومش عايز يعملها من كتر الخوف فاحنا بنطمنه دلوقتي يعني خالص دلوقتي بيتفرج علينا هو فيه الاعادة طبعا وكده وانا بكل امانة يعني مش عشان بس نصدقوا الكلام انا عامل في فمي في بقء يعني ومركب عليه بريج بقاله سنين نورمل وانا مش حاسس بحاجة خالص خالص وبستخدمه طبيعي جدا 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 نسبة نجاحها دكتور انا شايف ان هي تعدي تسعين في المية طب ليه بتفشل ايه العشرة في المية بقى السؤال ده حلو قوي السؤال ده حلو قوي امتى يفشل الامبلانت فيه حتة مهمة جدا بشخوف الرجال او السيدات لكن سبب من الاسباب المهمة لفشل الامبلانت التدخين اوه اي انواع لا تدخين عموما عموما اه طبعا انا تمني ان كلكم تبطلوا التدخين يعني انا ما بحبوش لكن التدخين بيقلل البلات سابلاي اللي واصل للعظم والفك ولللسة عشان كيف تلاقي ألوان اللسة مختلفة لللي بيداحتانه بالزبط كده وتلاقي الغمقة والشفايف غمقة الشفايف غمقة ومزرقة لان البلات سابلاي قل واحنا في الامبلانت مهتمين جدا بان اللسة سليمة والعظم سليم والدم بيتوارد فكل حاجة تبقى ناجحة تدخين لدور جميل فانا مش بحوفك بالتدخين ولو اني بحب انك تبطل بتدخين لكن من ضمن اسباب فشل التدخين الامبلانت التدخين يعني لو انت عندها 30 سنة عملت امبلانت وبعديها تأتي دخم بشراها على 50-40 سنة ممكن الامبلانت دوت يفشل مش فشل الدكتور بعد ما تعمله تقصد مش قبل ما يحطه لا وبرضه قبل ما يحطه الدكتور بينصح العيان يبطل تدخين عشان ينجح ده سبب يعني بدون قطع الكلام بس انا بحب قبل ما النقطة تروح مني ممكن شم كده شوية بقطع انت بتقول ان هو بيفشل بسبب التدخين ده عامل ده عامل ده دلوقتي حد بيدخن راح يحطه فبيفشل ولا اوكي ما هو انسان اللي بيدخن ده بيدخن عمدار سنة راح وحط وقال للدكتور انا عايز قال له ما ينفعش خلاص طب قال له نفع هل بعد كده بقى بعد ما يحطه حيفشل لانه بيدخن نسبة فشله عالية نسبة فشله عالية والدكتور وانسي هيز اونست بقى العيان وعرف ان هو بيدخن كتير فيه لازم يتدخل على البتين يقول له لا انا ما اخدش الريس كده لان دي فشي انا انا عايز اعمل لك حاجة نجحة وانت تبقى فرحان بيا ولا فرحان بيا فانا بنصحك انك ما تدخنش ايه في انسيستك بقى وصمم انه يدخن الدكتور ليه الحق انه هو يخلي مسئوليته يخلي مسئوليته طب سؤالك كده دكتور انا برضو بسألك حاجات كده يعني دلاتي حد بيدخن واللسة بتاعته غمقى قوي وشفيفه بتغمق لانه بيدخن سنين ولسه كمان بتبقى لسه بتبقى انا بشوفها كتير مع في ناس بدخنين عموما بنشوفها في الحياة الحد ده قرر يبطل هل لسه بترجع تاني بتفتح ولا خلاص بتاخد اللون ده بتبقى في اللون ده بس بايت تايم جيت امبروف يعني بعد مع الوقت بتتحسن لان اللسة بتحسن نفسها بالضبط زي ما لما باخلع درسة او سنة بيبقى فيه هول بيبقى فيه فراغ الفراغ ده بيتمالى من اللسة اللسة بتحسن نفسها تمام فطبعا اللي بيبطل تدخين وضعه بالنسبة للون شفيفه لون لسته بيتحسن بايتايم ده مفيش يعني فيها كلام اكيد بيتحسن وضع اللس فيه برضو حاجة مهمة جدا ما ننسهاش لو انا عملتي امبلانت وانا في سنة تلاتين وبعدين اهملت في نظافة بقي سنين وتكون جير وتحت الجير بكتيريا وتحت البكتيريا فيه باس اللي هو الصديد باز الامبلانت او انا كنت عايز اقولك يبقى الباد اورال هيجين او عدم الاهتمام بالنظافة بعد ما عملت الامبلانت يسبب فشل الامبلانت طيب فيه حاجات الهاي ديابيتك الديابيتس اللي هو السكر لما يكون عالي جدا 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 بيبقى صعب جدا عمل الامبلانت او نسبة فشل وعالي احنا عندنا اسبال كتير الباد اورال هيجين عدم النظافة التدخين السكر وامراض اخرى مش هنخش فيها يعني كتير لان دي هتبقى ما بين الدكتور السنان والدكتور المعالج للعيان طيب احنا قبل ما نقفل الكلام عن موضوع السنان لان احنا عندنا نص تاني انا عايزة بقى ايه لو حرتك خلاص كده عايزين نبتدي ناخد انا بحب دايما نحط نقط المعلومات اللي بتقدمها ان جنرال عن موضوع السنان واحد اتنين تلاتة هنبتدي من اول اللسة وحنرجع ونتكلم باختصار بقى ايه برضو مش عايزة خوفك ولا خوفك ودي خبرة انا اختبرتها يعني اللي بيهمل تنظيف سنانه وتنظيف اللسة بتبقى ريحة بقو وحشة يسموها هالي توزيس ممكن تشم ريحة فم لما يبتدي يكلمك على بعد متر او مترين لان تحت الجير في بكتيريا بتنازل صديد ففعلا انا حصل معايا الخبرة دي مرة مرة واحدة في حياتي جيت اقترب حسيت بريحة صعبة جدا فلنظم يعني خطوات اللي قالتها انجي نضفت اللسة مهمة جدا واحد نمرة واحد ما تخافوش من التهبات اللي لسة في حالتين اللي هو البلوغ والحمر اثنين لكن نهتم جدا بموضوع الجير الجير ده مهم جدا جدا تنظيفه وبرضه حلو اللي احنا افتكرنا يعني الانترفيل بتاع زيارة الدول السنان مرة في السنة ما تكترش عن مرة في السنة لو عايز تروح كل ست شهور والانشورانس بيغطي وبيساعدك والامور ماشية كويس خلاص خير وبرك لان ما ابدأ ان انا احمي السنان قبل الضرر ده مهم جدا دكتور بس تنظيف السنان اللي هو بيسموه هنا في امريكا مؤلم وكتير بيحطوه بنج في كازة فلسطة كلها بيوزعوا البنج انا صراحة عن خبرتي عملته مرة بس انا استصعبته يعني انت بتقول انا معليش انا بكلمك مريضة دلوقتي انا يعني لازم عمله ديب ولا التنظيف العادي بيعملوك كده بيبقى من غير الديب بيبقى جايب نتيجة السؤال ده صعب ومحرج انا اسفر مش بحضارة السؤال ده صعب ومحرج طب انت معايا انه مؤلم ناخدها بالرحة طبعا طبعا انت معايا انه مؤلم اه طبعا الديب كلينينج ده انسترومنت بتخش ديب تحت اللسة طبعا بتوقع وفي ناس ما بتستحملهوش فبتطلب بنك انا اعترفت اه تطلب بنك لكن يعني هو ليه السؤال ده محرج الهيجينست او اللي بينظف هو اللي في ايده القرار يقول هنعمل تنظيف ولا هعمل تنظيف اغتر دي الدبند بقى على رؤيته على امانته وعلى حاجات كتير قوي احنا عندنا عيب هنا في امريكا انه هو بيتدفعت الناس اللي عامل الانشورنس بيتغطى فالدكتور هنا بيعايز ياخد البلوس انا ده كتب كرهوني النهار بلا بلا عشان كده بلا عشان كده قلتلك انه سؤال محرج ده كترة السنان كربوني بانه هل انا دكتور او هايجينست شايف ان المفروض يعمل كليننج عادي وانا بحوله ديب كليننج دي بقى دحية ضميرية سامحوني يعني طب خلاص انت قلت في ضمير اكدوك ده اللي رايحني ضميرية ده كترة السنان اللي بتفرجوا علينا يعني لو مش محتاجين بلاش توجعونا لان احنا في ناس كتير جدا نعرفهم نزلوا من استراليا ومن امريكا لدكترة في مصر طبعا الدكترة الممتازين في الأسنان في كل بلد في العالم وراحوا يقولهم انتوا معندكوش حاجة رجعوا فرحانين جدا 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 ان فيه واحد قال لهم انتوا معندكوش حاجة اللي انتوا بقكو سليم مفيش تسويس اللي لسه سليمة هلسي شكلها كويس مفيش بليدينج مفيش ورم مفيش 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 فدي الديبيند على الدكتور يعني عشان كده بقولك السؤال محرج يا انجي الهيجينيست قرر ايه وهيحولك لكلينيج بس ولا ديب كلينيج فسامحيني يعني الحتة دي أنا بس قلت للأمانة المعلومات اللي احنا هنا كموطنين في امريكا عارفينها فخلوا بالكو برضو يعني حاولوا تروحوا لدكتور امين لا اختار دكتورك الريفيو الريفيو مهم جدا والسمعة ونسأل زي اي حاجة يعني اي حاجة وبرضو في مصر يعني سامحوني احنا مش بلتكلم عن امريكا بس طبعا في مصر عشان نروح لأي دكتور تخصص بسأل عليه وبعرف قد ايه هو شاطر اند 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 فيعني هنا وهنا وهنا نشكر ربنا في امريكا فيه ريفيو وده بتعرفي منه الدكتور قد ايه واخد سكور عالي ومحبوب من الناس يعني يا مرسي يا دكتور ربنا يساعد الجميع ويديكوا فهم فهم سليل امين دكتور امين ومرسي احنا خدنا الوقت الاكبر حلقة كان عن السنين دلوقتي حدودك خادم بتخدم هنا في امريكا بقالك سنين وسنين في الخدمة وبتروح الكنيسة وربنا يحميك ويبركك انا ما ينفعش اكون في الدنيا وما فيها النهاردة وما استفدش بشوية كده خبرة من الحياة بتاعتك حنتكلم من ناحية الحياة كأب وحارتك جد طبعا مش كده لا لسه لسه مش جد خلاص وحتبقى جد ان شاء الله صليلنا يا امين فمن وقع خبرتك مع ولادك ومن خبرتك في حبائك في الكنيسة عندك ولاد في الخدمة من الخدمة ولاد ربنا يخليهم لك في الدنيا احنا عندنا دلوقتي تفاوت في الأجيال مش عايزة اقول صراع الأجيال ان هي كلمة قيلة صراع صراع بين جيل احنا عشنا جزء منه اللي في سننا واعمرنا حضرنا جيلين بس في جيل جديد طالع في شوية تفاوت بينه وبين جيل عدة التكنولوجي دلوقتي بقت سريعة بشكل ان احنا الجيل نفسنا اللي احنا عشناه ما كانش فيه سيلفون موبايلات وبقى فيه موبايل ما كانش فيه كمبيوتر وفيه كمبيوتر الجيل الجديد اللي طالع ولادنا دول طالعين على الكمبيوتر موجود وعلى الموبايل موجود وعلى التكنولوجيا العالية والانترنت والتطور اللي عمال فاحنا في الجيل بتاعنا اللي هو التلاتينات والاربعينات والخمسينات والستينات وكده مصدومي ايدا معانا مدخلة من مين اهلا يا ان مساء الخير الدنيا وما فيها اهلا اهلا يا ان سمعاني يال وات في التلفزيون واسمعينا بالتليفون اوكي انا بعدت خلص على التليفون تمام اهلا بيك تفضلي بسؤالك اهلا 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 تلفزيون اهلا سؤالي انا رحت بلدي انا 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 بلدي وعملت سناني كلها اهلا لان انا فتة كبيرة فوق وتحت اهلا اهلا زي زي طقم ثابت يعني مش طقم على السنان حاجة على السنان فانا عايزة يعني ممكن انظف اللسة ولا ده يقز اللي انا عملته اتفضل اهلا بالعكس حضرتك لا بالعكس طبعا تنظف اللسة باي طرق انت شايفها بترتحلها سواء البراش البراش مهمة جدا وياريت تجيب البراش الميديم المتوسطة لان الناشفة بتجرح والصوفت مش بتنظر نمرة اتنين عندك انا ما بستعملش فرش خالص لان بستعمل المعجون وبستعمل ايدي كده وبنظف طب وليه انت بليدن الفرشة بتتعذني بتجيب دم على طول طب انت ليه بليدن معرفش الفرشة لكن من غير حاجة مفيش لا يبقى غير الفرشة طب هقول حضرتك حاجة لو الفرشة بتعملك بليدن جيبي فرشة صفت جيبي فرشة صفت وجربيها وشوفي لو البليدن وقف يبقى السبب الفرشة خشنة لكن البريدجز كل حاجة في البق بحتاجة نظافة فاستخدمي الصفت استخدمي انتر دينتل براش هتلاقيها موجودة في الأخزاخنات هم هيجيبوها لك هتبقى سهلة قوي تستخدميها استخدمي المضمضة المضمضة مهمة جدا والمية الدفية اللسة بتحبها قوي الدفء ده مهم لا مية كفاية مية دفية كفاية احنا عايزين الدفء مش مهم من الملح الملح ده بنستخدمه لما بتخلعي سنة أو درس لكن عايزين الدفء لان الدفء بيخلي الدم يتوارض لللسة بتبقى حلوة واستخدمي الفرشة صفت اذا وقف البليدنج يبقى انت بتشاوري على السبب من الفرشة الخشنة طب بالنسبة اللي هو ممكن اروح عندي انشورانس ممكن اروح واندف اللسة ولا ده يأثر عليها برضو لا ما يأثر ما يأثر لو الدكتور قالك او الهايجينيست اللي عند الدكتور او الدكتور نفسه اللي بينظف شايف ان فيه جير والجير دوت بيساهم في البليدنج لان الجير الكتير يساهم في البليدنج ده سبب جوهري للبليدنج خالص الجير يشيل الجير ترتاحي لكن قوليلي يعني سوري انا عادي اسألك انت عملتي بريجات في مصر اه بلزوء انا مش عارفة بيسموه ايه اه يعني برد السنان كلها وحط طقم فوقه تحت ايوه ده بريجز بريجز ده تلزقت خلاص تلزقت خلاص لو بنسميه ايه في مصر دكتور كبري الكبري 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 بص حضرتك معلش يسمحيني يعني هديك خطوات مهمة اوي اسألي على دكتور يكون الرفيو بتاعه كويس او يكون حد من الارايب او الاصدقاء او حد مصري امين عشان تتاهم معاه لو لو الكبري عمل مشاكل في اللسه هو هيقرر يعمل ايه لا هو اشكر ربنا مفيش مشاكل ولا حاجة انا زي ما قلت الحالات بعمل معجون وبنظف كل حاجة بس من غير فرشة بس انا بسأل يعني بما ان عندي انشونة ممكن استفيد دي او حنظف اللسه او لا بلاش اه لا نظفي لا التنظيف مهم على الاقل مرة في السنة اه هيساعدك هيساعدك خالص وبرضو سامحيني معلش خلي الدكتور هنا لو انت ارتحت الحد يشيك على البريجز لان انت عامل شغل كبير اه الشغل الكبير عايز حاجة اسمها الصيانة المنتنس اللي تشيكب اه ما تسبيش بقك بكمية البريجز دي مدة طويلة من غير ما الدكتور يبص عليك لو ربنا ارادلك تنزلي مصر مثلا كل سنتين او فترة مثلا قريبة زي ما انت تقراري رجع لدكتور تاني بتاعك قولي له بص على البريجز الاخبار كويسة يطمنك لكن هنا ما قدرش عمل كده هنا هنا لا لا ممكن يبص على الشغل ويقولك اخباره ايه عندك تشيكب البلد بتكون ده فعالة وعندك ميديكال انا عندي ميديكال اه انا اقدر اروس مستفيد انت عندك ميديكال ما انا لسه كنتمتكلم مع الدكتور اللي عندهم ميديكال هنا في امريكا بيقدروا يعملوا كل ست شهور انت ليك كل ست شهور حاجات معينة استفادي بيها ده انا ما بقولش حاجة غلط بس اعتقد ليك استفادة روحي عملت شكب بتاعك وقليله بصيلي عالسنان اللي اللي بيعملك اكس راي ببلاش فبيشوف لك السنان من جوه اصلي كي منهم ما عندهمش امانة الواحد بيخاف منهم يبوض الشغل اللي انا عمل لا ان شاء الله توصلي لحد كويس بس اسألي وشوفي الريبيو خلي حدي يساعدك ان يكون ريكميند دكتور معين مرتاح معاه لا ان شاء الله وعندنا في الكنيسة ربنا ان شاء الله يقف معاك وما تبقاش مشكلة بس انت محتاجة متابعة المتابعة بالنسبة لك مهم لانك سامحين انت عمنا شغل كبير ما يتسابش كده اي اي ما يتسابش كده تابعي تابعي والدكتور ان شاء الله لما تختريه هينصحك يشوف ايه اللي انت محتاجة انا بشكرك وربي بارك وربي بارك مسي على مدخلتك واي وقت لو عندك ايس سؤال التاني تسلي ربنا يكون معاك شكرا ربي بارك شكرا لك كل سلام طيبة سلام طيبة وحضرتك طيب ربنا معاك تعيش تعيش بسي بسي نرجع التاني لموضوعنا عشان نتكلم عن التفاوت بين الاجيال فانا مش عايز اتطول في الكلام دلوقتي بقى فيه جيلين احنا الجيل بتاعنا هو اللي فيه جيلين الجيل الجديد ولادنا لما هيكبره ان شاء الله مش هيعصره الزمن اللي ما كانش فيه التكنولوجي اصبح عندنا تفاوت عايزين نعلمهم المبادئ والقسس والحياة الصح اللي احنا تربين عليها والكنيسة والصلاة والانتظام بس هما في نفس الوقت ما عندهمش وقت عايزين يعودوا على الكمبيوتر وعايزين يعودوا عندهمش وقت حتى يصلوا بتقابل ايه في الدنيا وبتقابل ايه في الحياة يا دكتور من المشاكل دي خلينا ببدو لتكلم بصراحة النقطة دي الاب والام مظلومين والاولاد مظلومين الاب والام مظلومين والولاد مظلومين الولاد بيواجهوا عصر جديد وافكار غريبة صحيح والاب والام الجهد والتعب انا مش بتكلم عن مستوى امريكا انا بتكلم عن مستوى العالم ايه وبتكلم لاخواتنا وحبيدنا اللي في مصر ايه النهار دا الاب بيشتغل ليل نهار عشان يغطي ويكفي اسرته ومعندوش وقت يقعد مع ولاده صحيح والمرأة نفس الشيء بيت واولاد وتربية واكيد فيه شغل نسبة كبيرة جدا من السيدات في مصر بيشتغلوا فبقى الوقت قليل جدا للتربية والتقابل مع صراع مع التكنولوجيا السريعة والكتيرة طوص التكنولوجيا من الشيطان طبعا من الكتير كل حاجة النهار دا واخد الأولاد من حضن الأب والأم فلو رجعنا 50-70 سنة الدنيا مختلفة الأب يخلص شغله الساعة 2-3 يرجع بيته ويقعد مع أمراته وولاده اختلف الوضع النهار دا يعني نسبة قليلة جدا انه ممكن تعمل كده لكن الدكتور والصيدالي والمهندس وغيره 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 وفي مصر وحتى الإنسان البسيط بيشتغل شغلانا في الحكومة وبعد كده يطلع يشتغل أوبر أو يركب تاكس أو يروح البيت تعبالي الساعة 10 الولاد من الشبعانين منه دوات عشان الغلائر الرهيب اللي موجود في العالم كله وخصوصا في مصر فإحنا مظلومين كأباء والأولاد مظلومين كأبناء وبعدين الجيل الجديد بيتعلم أشياء غريبة جدا يرجع من المدرسة يقول النشو والارتقاء أنا تعلمت في المدرسة الإنسان كان أصله إرد للأسف بالذات هنا في أمريكا احنا نتكلمه على هنا بيعلمه الأديان بطريقة وبعدين دخلنا في المثليين والسيم سيكس ماريج وأفقار غريبة جدا مش بس في العالم بس في المدرسة برضو دخلنا في قضية البوي فريند والجير فريند وبرضو مش في أمريكا بس حتى في مصر فالأب والأم بيعملوا مجهود رهيب جدا مع أولادهم عشان يربوهم تربية مسيحية وبرضو اللي بيقاوم في التربية دي عدو الخير عدو الخير بيحارب الأسرة وعايزها أسرة ضعيفة لأن الأسرة هي المكون للكنيسة فلما الأسرة تكون ضعيفة وفيها مشاكل وفيها انترابات جندة جدا بين الأباء وبين الأبناء تسبح الكنيسة ضعيفة ففيه حرب من المجتمع وفيه حرب من عدو الخير فما هو عدو الخير دلوقتي بيحارب في سمام الأسرة ده بيحارب في الزوج والزوجة يعني بيخليهم يتلقوا بمشاكلهم مخرقاتهم عشان يأثرها على تربيتهم بالزبط كده والتكنولوجي أثرت على كيان الأسرة إذا أصبح الراجل يعني والست تنور قدينا التليفون بالزبط كده بيعمل لهم مشاكل عشان كده احنا هنحط بعد كده شوية أسس بسيطة ومباشرة احنا عدى نشغل خمس دقائق خمس دقائق طب انا همشي بسرعة يعني احنا الأسر القديمة العصور الأولى طلعت لنا شهداء في القرن الرابع صحيح ما كانش فيه التكنولوجيا ولا الثقافة ولا الإرشاد ولا المعرفة ولا الدراسات عشان زي نربي أولاد لكن هم مش يفحكتين مهمين جدا القدوة والصلاة يعني شهداء ليبيا دول أهليهم كانوا درسين ومتعمقين وقاريين في التربية أبدا كانوا ناس بسطة جدا من صعيد مصر كان عندهم قدوة وعندهم صلاة في نوقات مهمة جدا عايزين بسرعة جدا هنفوت عليها بسامحوني عشان الوقت عشان تربية أولاد لازم نفهمهم لازم نشجحهم لازم نديهم وقت يبقى نفهمهم نشجحهم نديهم وقتنا لازم أفهم الطفل احتياجاته يعني أتكلم معي هفهمه زي غير ما أتكلم معي أعود معاه أخصص وقت أخرج معاه أتكلم معاه لازم يبقى فيه حب لازم يكون فيه تلامس لازم يكون فيه أحضان لازم يكون فيه قبلات بين الأب والأم والأولاد ده بيشعرهم بالأمان وبيكونوا في نفسية سوية لازم أشجع حتى لو جاب بي أو جاب سي أشجعه عشان يجيب إيز صحيح بلاش التقطيم صحيح والأحماط اللي بيحصل بالبعض الأهل دمر التلاتة لازم أدي وقت نقطة مهمة جدا قالها الكتاب عايزة تديكم الشاهد ده لأن أنا فرحان بي جدا أنا وإنش في نشيد الأنشيد تمانية عدد سبعة نشيد الأنشيد تمانية عدد سبعة بص يقول إيه إذا إن أعطى الإنسان كل صروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا صحيح إشبع مراتك وولادك بالحب وبالاهتمام وبالتشجيع وعايزة أقول لكل أب مش أب وأم بس يعني بدحك معكم لكل أب لو عندك بنت دايما شجح الله يلوكس نايس جميلة فستانك حلو تسريح الشعر الجميلة البنت لما بتشبع من تشجيع باباها صحيح ما تحتاجش برا إن حد يجذبها بكلمة حلوة أوي النصيحة دي دي مهمة جدا حلوة أوي النصيحة فربنا بيقولك وبيقولي إذا الديت صروت بيتك كلها بدل المحبة تحتقر احتقارا وداخل في المحبة ده إيه؟ التشجيع وخصوصا للبنت طبعا الزوجة بحتاجة تشجيع الزوج محتاج تشجيع الابن محتاج تشجيع لكن ركز قوي على بنتك لأن البنت في سن المراهقة محتاجة بابا اللي شجح صحيح ده اللي عنده بنت ولل عنده ولاد برضو يقعد مع الولاد ويشارك وبردو مهم جدا نصلي بالأجل الأولاد في صلواتك اليومية وفي المسبح حط أولادك على المسبح في حتة مهمة جدا اللي تعلمتها من كتاب قال حاجة حلوة خالص محبة المال عدوى ومحبة ربنا عدوى لا أنا عايزة أعرف محبة المال عدوى دي يعني أنا كنت قاعد في البيت كل كلامي على الماديات والدولار بقى بكام واشتريت وبعت والشوبينج كل كلامي كده بس كده بس كده بس دي عدوى هتروح لابني وهتروح لبنتي والعبس صحيح لما تكلم على ربنا ومحبة ربنا والكنيسة ورعاية ربنا دي عدوى إذن محبة المال اللي قال عنها كتاب أصلا لكل الشرور على فكرة برضو دي حاجة احنا واحد لسه عريب فقرايب قوي كل الشرور جاي من محبة المال تخيالي يا إنشي؟ بيوت بتتهدم عشان محبة المال ده حقيق فخلي كلامنا قدام أولادنا مملح بالنواحة الروحية عشان يشبعها آخر حاجة نقطة معلش الوقت تأثر ممكن نبدأ نعملها في حلقة تانية أول 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 لابس عندنا حلقات كتير حاجات مهمة جدا أنا اختبرتها شخصيا يعني تلاقي نفسك قاعد في قاعدة وبعدين واحدة أو واحد يطلع يقولك إيه الجواز ده بشرق فاشل آيو والعيال قاعدين بيطلع الجيل مش عايز يتجوز أصلا أو يقولك أخذوا إيه اللي تجوزوا صحيح الكلام اللي بتقال ده كلام سلبي جدا أو يقولك كنت فين يا لأ لما قلت آه آيو كنت فين يا لأ لما قلت آه ده كله رسائل سلبية عن الارتباط بدل ما ندي أولادنا رسائل إيجابية الارتباط دوت حاجة جميلة ومفرحة وبركة من ربنا والكنيسة في بيتنا وقسرة جميلة هي وحدة مكونة للكنيسة نقول لهم الجواز ده مشروع فاشل ولا نقول لهم أخذوا إيه اللي تجوزوا ولا كنت فين يا لأ لما قلت آه ده كلام برضو ده مش حلو أبدا في تربيتنا للأولاد نحب أولادنا نديهم وقت نشجحهم نفهمهم نعرف إمتى بيبع عندهم وقت صعب في المراحقة نتعامل معهم بهدوء وبحب وبنقاش ما فيش مانع أخد ابني أعزمه برة وأخد بنتي وأعزمها برة وقل لها أنت النهار ده يلوكس نايس إيه رايك في الويك إد الجاي دوت أنا عزمك على عشق عزمك على الغلو بالضبط بقى يتكلم معها عن حياتها ويتكلم معها عن حياته عن حياة ابنه ويشاركه أنا كمان يعني أحب الأب اللي بيروح يحضر الجيمز مع ولاده بالضبط شير ويشئ ويحسسهم بفرحته ويوجيهم ويكري وإلعب وآمل بتعمل رباط وقل لأب وأم وقل لنفسي اهتم باختيار الأصدقاء ولادنا في سن المراهقة بيبقى أصدقائهم مؤثرين عليهم أكتر مننا بكتير وبيسمعوا لهم أكتر مننا بكتير فمهم جدا حاول جاهدا وحاول مع جوزك تختاروا أصدقاء نفس السن نفس التقارب بتروحوا الكليسة مع بعض يخرجوا مع بعض يتفسحوا مع بعض هو يجي يزورهم وهو يروح يزورهم فدي مهمة جدا الأصدقاء مهمين جدا وكتاب يقول هناك ايه صديق ألصق من الأخ ده حقيقي فيه أصدقاء ألصق صحيح طولت عليكم يعني حقيقة حلقة جميلة فيها معلومات كتير عن الأسنان عن اللسة كل سنة ومطلوبين عن حياة بعض المعلومات خدمة بتقدمها لنا بجد حسن يعني استفدت كتير دكتور بجد لنا حلقات تانية مع بعض إن شاء الله وسنة حلوة يا رب على الجميع عشرين اتنين وعشرين تكون أحلى وأكتر فرح وربنا يرفع عننا كلنا الوباء يرفع عن أرضه وكنسته وشعبه والعالم كله يا رب أمين يا رب مرسي يا دكتور نورتنا وشرفتنا وكل سنة وانت طيب تاني ونشوفك إن شاء الله أقل من سنة المرة دي بقى يكون لنا حلقة تانية ويعني ياريتنا مشاهدين الأعزاء اللي عايزي سأل أي حاجة عن السنان يبعت لنا على القناة وإحنا مستعدين يكون معنا الدكتور بيجاوب على أسئلتكو بس يعني شاركونا زي ما حبيبتي أنا اتصلت سألت كم معلومة أضفت طبعا إن إحنا زودنا معلومات عن الموضوع ياريت كلكو تبعتلنا وإحنا بدكون يعني دايماً بيحب نخدم برنامج دال الخدمة وقناة كلها بتحب تخدمكو وصلولنا كتير وأتمنى يعني إن تكون حلقة مفيدة تكونش تطولنا عليكم ومتقفلوش في برامة كتير جاية بعدنا ونشوفكو بحلقة جديدة الدنيا وما فيها ومع السلامة ودايماً صلولنا وإلى لقاء آخر سلام شكرا